بصراحة اي منشئ محتوى لو شاف الصفحة اللي قدامه دي لازم تجيله حالة نفسية زي الحالة النفسية اللي عندي حضرتك عمرك في حياتك ما شفت على المتوحد فكرة الصورة اللي قدامك دي اي حد لو شاف الصورة دي يقول فعلا ان ارباح اليوتيوب في خطر والنهاية اليوتيوب عشرين اتين وعشرين سمعت الكلام ده بقالي ومين وانا كمان اتكلمت مع حضرتك ان بعض المحتوات هتقل في المشاهدات في الفترة الاخيرة بس ممكن اخد حضرتك لمكان تاني ونركن كل الكلام السلبي ده اركنه كده تعالى 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 وتعالى لي علشان نفهم الدنيا ماشية زي بص حضرتك شهر يناير هو شهر بداية وليس نهاية شهر افتتاح لسنة جديدة وليس نهاية سنة قديمة يعني حضرتك ما ينفعش تقارني نهاية ببداية عايز تقارن قارن بداية ببداية عايز اقول لحضرتك ان شهر واحد الي حضرتك بتتكلم عليه ده هو شهر بالفعل بينقص في الارب ام والسي ب ام بشكل طبيعي بس حضرتك لو قعدت بقى وتفرجت على الارب ام والسي ب ام والارباح لا حتلاقي ارب ام ولا حتلاقي سي ب ام ولا حتلاقي ارباح ولا حتلاقي رينك قناة خصوصا ان انا زي زيك سمعت الكلام ده في البداية ولكن الفرق بيني وبين حضرتك ان انا من تمانية وتمانين سنت لواحد دولار وتمانية واربعين سنت تاني يومي طب ازاي? ايه اللي خلاي يكفز القفزة دي? ايه اللي خلاي ينط النطة دي? اخد بالحضرتك لازم تكون عارف ان ارباح اليوتيوب ليست متوقفة على الاعلانات ازاي? تعالوا نبص مع بعض فيه هنا الارباح الشهرية تحتاجها حاجة اسمها مصادر الارباح ارباحك المقدرة في يناير ارباح المقدرة من الاعلانات اتنين وستين دولار الارباح النتجة عن المعاملات عشرة دولار الانتساب السوبرشات الحاجات دي جابت لي ربح تخيل معي انا مبارح عملت بسين مباشرين البس الاول جاب لي عشرة وتمانية وسبعين دولار اهو قدام حضرتكها قدام حضرتك ده بس مباشر بس خد بالك ده رزق برضو ودي ارباح برضو بتجي لك في القناة وبتعلي الارب ام جات لي منين من شغلي وجهدي على القناة بشكل مستمر في انتاج المحتوى سواء عن دريق بس مباشر او فيديوهات بشكل مستمر وهذا ما يختلف عن محتوىك ومحتوية ازاي؟ هفاهمك انا محتوية تعاليمي في الفترة اللي بيقلي فيها الارب ام انا بكتر فيها من البس المباشر من اجل التوازن بيجي لي دعم زي مثلا جالي مرة من الاخت ام فياض خمسين ريال سعودي جالي مبارح من شخص على البس المباشر لفينكي بتقالي جالي العشرة دولار دول منه في المرتين دول فرقوا معايا جدا في الارب ام طبيعي جدا ان منشئ المحتوى يكون الان في بداية السنة عادي طي اقلق بس اشتغل اركن الاحباط وامشي اسعوا لكل مجتهد النصيب ونصيبك حيجي لك لو لم اقم بالبس المباشر لم يأتي لي الدعم عن طريق السوبرشات او الانتساب جالي مبارح شخص انت عبقاري برضو مبارح في الانتساب انت عبقاري لو دخلنا نبص على انت عبقاري اهو انت عبقاري دعم قوي ده قبل يوم واحد في البس المباشر برضو داعم قوي عايز اقول لحضرتك الاحصائيات عادي بتقل عادي بتقل بس فيه ارباح في شهر اتناشر لما تكلمت مع حضرتك عن الاخفاض لو جينا بصينا على شهر اتناشر الهو ديسمبر كان فيه اخفاض في الارب ام سبعة في المية والسي ب ام احداشر في المية بس كان فيه ازدهار في الارباح بناء على الاستمرارية في انشاء المحتوى بشكل مستمر بناء على محتوية وهذا ما يختلف عن محتوىك يعني حضرتك ما ينفعش تعمل فيديوهين او 3 فيديوهات في اليوم على عكس المحتوية فانا شايف الطريقة اللي تناسبني بالان على احصائياتي بدخل اشوف انا عالج المشكلة ازاي دايما بورى حضرتك انا بعالج المشكلة عندي ازاي ليه حضرتك ما تجربتش تعالج المشكلة عندك اكتر من طريقة تشوف ممكن تعمل بس مباشر تعالج الطريقة تنزل فيديوهات اكتر تعالج الطريقة تشوف ايه اللي ممكن يعالج الارب ام اللي بينزل طبيعي جدا ان حينزل فازيد من مشاهداتي عن طريق ايه عن طريق البس مباشر ما عايز اقول له حضرتك حاجة احنا في شهر واحد كله بتكلم عليه خلاني نجيب اخر سبعة ايام كله بتكلم عليه عن ناقص في المشاهدات بص حضرتك يوم 28 12 28 29 يوم 29 21000 يوم 29 يوم 31000 يوم 21000 يوم 25000 يوم 1 يناير 21000 يوم 2 يناير 21000 انا يوم بقى تلات عملت ايه عملت اربع فيديوهات هو اليوم اللي قبله وزودت المشاهدات بقى 25000 على العكس ان برضو زودت المشاهدات والفيديوهات النهاردة وبدأ يجيلي فيديوهات النهاردة ومشاهدات النهاردة وعندي 47000 مشاهدة في اخر 48 ساعة طبيعي جدا ان اي منشي محتوى لو جاش راح لك الكلام اللي فات ده حيجي يقولك انت حتقابل مشكلة في شهر واحد وانا بقول لحضرتك حضرتك تقدر تتخطى المشكلة بناء على المجهود لحضرتك تشغل عليه بس بيني وبين حضرتك الايام اه حنقابل في فرق بين الارباح هنا والارباح هنا لان الطبيعي جدا لحضرتك بيت بصيت الشهور اللي فات سابقة كلها وعملنا منذ انشاء القناة تعالى كده منذ انشاء القناة وجيت بصيت هل حضرتك شايف ان في اي شهر متساوي بين الشهر اللي قبل وشهر اللي بعدي نسب متقاربة ولكن اختلف الموضوع في نهاية شهر 12 بسبب النهاية السعيدة لسنة 21 والنهاية اللي حضرتك تكون عارفة في اخر كل سنة بتحصل ليه لان انت تقفلت السنة في بعض الشركات اللي بتنتج وبتعمل اعاد كتيرة جدا وبتزود اعادتها عن طريق الجمعة مش عارف البيضة والصفرة والحمراء والخضرة والكلام ده فانا لازم اكون عارف ان انا ما باخدش اجر سابقة من اليوتيوب انا باخد وبقبض نتيجة مجهودي باشتغل اكتر باخد اكتر باشتغل اكتر مشاهدات اكتر ارباح عن طريق السوبرشيات الانتساب بنزل الانتساب تاني حاجة عايز اقول له حضرتك ان انا اشتغلتها النهاردة فيه رائكة المتوحد وعملت حركة زكية كدا عايز اعملك تقييم لقناتك اعمل الانتساب حصلت على ثلاث منتسابين وحصلت على دعم فني او دعم اسمه ايه سوبرشيات سوبرشيات خمسين ريال سعودي في بس مباشر حضرتك عندك السبيل الى النجاح والطريق الى النجاح ويختلف من المحتوى للمحتوى بس انا بوضح لحضرتك ان الشهر ده لو حضرتك ركنت فيه انسى قناتك اللي بموت القناة على اليوتيوب حاجتين مهمين جدا ان حضرتك تركن القناة او حضرتك تحزب فيديوهات اوعى تركن قناتك لازم تنازل بشكل مستمر فيديوهات علشان توصل وتنجح طبيعي جدا ان كلنا نمر بالمرحلة دي لو جت بصيت معايا وشفت التكلفة في شهر ديسمبر تلاتة في شهر يناير اتنين في شهر فبراير اتنين وستين بيعلى 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 وبينزل في شهر واحد بس هلازم اشتغل لازم انجح لازم اوصل مش هسمع بقى الكلام انا سمعت كلام وسمعت هنا وسمعت هنا ارباح اليوتيوب في الخطر سيب اليوتيوب مش هكمل نفسية هتتعب حازها مفيش نجاح مفيش ارباح مفيش 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 كمية الطاقة السلبية اللي هاخدها هتخلينا اقول انا مش هكمل على اليوتيوب كمية الاحباط اللي بتسمعوا من منشئ المحتوى نعصي مشاهدات بسبب ارباح بسبب عندنا اوعى تتجه لأي حاجة غلط علشان تجيب مشاهدات او ارباح انشي صح وخلي رزقك على الله وصدقني هتنجح وحتوصل واسيب على الله الرزق من عمد ربنا مكتوب لك الشهر هتاخد سبعمائة هتاخد سبعمائة الف هتاخد الف بس اكتحت حضرتك بتاخد من اليوتيوب نتيجة مجهودك ونتيجة شغلك والارزق بيد ربنا مش بايدي ولا بيدك ممكن يكون العالم كله عنده نقص وحضرتك عندك ازدهار ممكن بكرة يكون في حظر ويجي ازدهار لليوتيوب والناس كلها تتجه لليوتيوب بعد شر علي وعليكم من الحظر بس محدش عالم الغيب الا الله لا يعلم الغيب الا الله ارباح اليوتيوب معروفة تكتهد اكتر تشتغل اكتر مفيش معلن فيه سوبرشات مفيش شوبرسات فيه انتساب بس حضرتك تكون عندك الكرير او الحاجة اللي بتجيب المشاهد ليك اشتغل على نفسك اكتر لو الفترة دي انت شايفها لازم تقلل فيها فيديوهات فانا بقول لحضرتك الفترة دي لازم تكتر فيها اكبر عدد ممكن من الفيديوهات ليه؟ علشان يكون فيه توازن في القناة بتاعتك سواء في الارباح في المشاهد في كل حاجة نتقابل في نهاية شهر واحد وعايز اقول لحضرتك حاجة انا الشهر ده هدخل مع نفسي تحدي تاني والتحدي ده ان انا احاول يكون ارباحي زي شهر اكتوبر وشهر ستمبر وشهر اغسطس وشهر يوليو بحيث اني منزلش زي ما كل الناس بتتكلم عن ارباح اليوتيوب انا ممكن عادي جدا اجل حضرتك وقول لحضرتك شهر واحد الحصيات في الارب ام شهر واحد نزلت 87 و88 وده امره طبيعي جدا انه ينزل ان في يوم الايام هيعلى ولما يعلى هيجيب لي هنا بص تعالى ده اليوم اللي جاب لي هنا ايه 88 سنت 87 سنت جاب لي هنا في الايه في الارباح ايه تعالى بص معايا في الارباح في الارباح نفسها بص في الارباح كام 18 دولار 18 دولار لما علي معايا جاب لي كام 36 دولار اي غطى اليومين اللي فاتوا لو جينا نقلم من هنا خمسة دولار هنا وخمسة دولار هنا حاندوازي وحاندوازي يوم في يوم بس اكتحت واشتغل وصدقني ربنا حيرضيك سبيكوا بقى من أرباح اليوتيوب وخطر ونهاية اليوتيوب ونهاية العالم واشتغل وحتشوف الفرقة بالتوفير للجميع لا يعلم الغيب إلا الله لا إله إلا الله شكرا